السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد في المجلس الافتراضي أنا سيف الكابي تكلمنا عن عدة أمور متعلقة بالعالم الرقمي المشفر ولكن اليوم وبعد طول انتظار خلونا نتكلم كيف نبدأ بالاستثمار في هذا العالم ذكرنا في حلقة سابقة أن هناك ثلاث أصناف رئيسية من العملات المشفرة خلونا نراجعهم بسرعة الجيل الأول من العملات المشفرة واللي يضم البيتكوين واللايتكوين والأكس أر بي والأكس أل أم والعديد من العملات الأخرى يستخدم لنقل القيمة ما بين أطراف الشبكة وفي الأغلب لا يمكن بناء تطبيقات أو الرموز على هذه الشبكات لأنها ما تستخدم العقود الذكية الجيل الثاني من العملات المشفرة سميناها عملات البنية التحتية لأن وجود العقود الذكية على هذه الشبكات يتيح الفرصة لبناء التطبيقات والرموز عليها عشان تحتفظ بالبيتكوين الخاص فيك تحتاج محفظة على شبكة البيتكوين واللي تعتبر من شبكات الجيل الأول من العملات الرقمية وعشان تحتفظ بالإيثيريوم الخاص فيك تحتاج محفظة على شبكة الإيثيريوم واللي راح يكون عنوانها مختلف عن محفظتك في شبكة البيتكوين تعتبر شبكة الإيثيريوم من شبكات الجيل الثاني من العملات الرقمية الجيل الأول والجيل الثاني من العملات المشفرة يملكون شبكات بلوكشين خاصة فيهم ولكن عملات الجيل الثالث تبنى على شبكات بلوكشين الجيل الثاني وبالتالي لا تملك عملات الجيل الثالث شبكة بلوكشين خاصة فيها إذا كان حد رح يرسلك بيتكوين فلازم تتأكد أنك تعطيه عنوان المحفظة الخاص فيك التابع لشبكة البيتكوين فمثلاً لو عبيت عنوانك على شبكة XRP ورسلك بيتكوين على هذا العنوان ممكن أن هذا البيتكوين يضيع للأبد ولكن بالنسبة للعملات المبنية على شبكة اليثيريوم ممكن تداولها على شبكة اليثيريوم بدون مضيف فممكن أرسلك على عنوان اليثيريوم الخاص فيك عملة الشيبا إينو أو تذر أو يوني سواب اللي مبنية على شبكة اليثيريوم ورح توصلك على عنوان اليثيريوم الخاص فيك وتقدر تحتفظ فيها في نفس المحفظة وإذا حبيت تبدل ما بين عملتين مختلفات على شبكة اليثيريوم رح تستخدم ما يسمى بالبورصة اللامركزية مثل بورصة اليوني سواب على شبكة اليثيريوم ولكن هذا النوع مش النوع الوحيد من التداول فممكن أن تتداول على منصات مركزية مثل Binance و Kraken و Crypto.com بدون الحاجة لمراجعة الشبكات وممكن تبدل أي عملة بعملة أخرى داخل هذه المنصات كثير من الناس يبيعون ويشترون العملات المشفرة على المنصات المركزية ولكن لما يحبون أن يحافظون على العملات لفترة طويلة فيسحبون هذه العملات إلى محافظة خاصة نزلنا مع هذه الحلقة حلقتين مختلفات وحدة وضح كيفية إنشاء محفظة خاصة وحدة وضح كيفية إنشاء حساب على منصة تداول مركزية دعونا نقوم بعمل مقارنة سريعة ما بين التداول في محافظة خاصة والتداول على منصات مركزية تمتاز المحفظة الخاصة أن أنت الشخص الوحيد الذي تملك الكلمة السرية للدخول لهذه المحفظة وممكن تدخل هذه المحفظة من أي برنامج إدارة محافظة موجودة ومن محاسن المحافظة الخاصة أن الملكية الكاملة للعملات يعود لك وممكن تشتري أي عملة ترغب فيها من مساوى المحافظة الخاصة أن إذا ضاع عنك الرمز السري لا يمكن استرجاع المحفظة بتاتا وتحتاج لفهم أنواع الشبكات المختلفة عشان ما ترسل عملة لشبكة غلط وتضيع عليك هذه العملة بالنسبة للمحفظة على المنصات المركزية تمتلك المنصة الكلمة السرية لهذه المحفظة ولا يمكن الدخول لهذه المحفظة إلا عن طريق المنصة نفسها من المحاسن على المنصات المركزية أنك ما تحتاج تحفظ الرمز السري للمحفظة ولا تحتاج إلى فهم أنواع مختلفة من الشبكات وتقدر تداول العملات داخل هذه المنصة بكل حرية ولكنك في المنصات المركزية لا تملك الرمز السري الخاص بالمحفظة ولا يمكنك تداول إلا العملات الموجودة على المنصة وهناك العديد من المخاوف الأخرى مثل أن المنصة تتعرض للاختراق أو أنها تتعرض للضغط العالي وتتوقف عن العمل لساعات طويلة وفي الختام إذا أعجبك المحتوى اضغط على لايك وسبسكرايب عشان يوصلك المحتوى أول بول وإذا تعرف حد ممكن يستفيد من هالنوع من المحتوى ممكن تشارك الرابط من أسفل المجيب ترجمة نانسي قنقر